بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان محاضرة هذا اليوم معرفة السابق واللاحق ونبدأ كالعادة بالتعريف فنقول السابق لغة اسم فاعل من السبق بمعنى المتقدم واللاحق اسم فاعل من اللحاق بمعنى المتأخر والمراد بذلك الراوي المتقدم موتا والراوي المتأخر موتا أما اصطلاحا فالمقصود بالسابق واللاحق أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتيهما هذا المقصود بمعرفة السابق واللاحق من الأمثلة على رواية السابق واللاحق محمد بن إسحاق السراج اشترك في الرواية عن هذا الشيخ السراج اشترك في الرواية عنه البخاري والخفاف وبين وفاتيهما أي البخاري والخفاف مئة وسبع وثلاثون سنة فقد تباعد ما بين وفاتيهما هذا المثال الأول المثال الثاني على السابق واللاحق الإمام مالك رحمه الله اشترك في الرواية عنه الزهري وأحمد بن إسماعيل السهمي هذان التلميذان الزهري وأحمد بن إسماعيل السهمي وبين وفاتيهما مئة وخمس وثلاثون سنة الزهري توفي مية واربعة وعشرين هجرية والسهمي توفي متين وتسعة وخمسين هجرية نوضح هذا المثال بأن الزهري أكبر سنة من الإمام مالك لأن الزهري من التابعين ومالك من أتباع التابعين فهذه الرواية رواية الزهري عن الإمام مالك أيضا تعتبر من رواية الأكابر عن الأصاغر أما السهمي فهو أصغر سنة من الإمام مالك وقد عمر طويلا لذلك كان الفرق بين وفات الزهري والسهمي كبيرا حيث كان بين وفاتيهما مئة وخمس وثلاثون سنة من فوائد هذا العلم قال العلماء تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب الإسناد العالي مرغوب به وأفضل من الإسناد النازل أما الفائدة الثانية ألا يظن انقطاع سند اللاحق من أشهر المصنفات في هذا العلم كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم